رحض الناس يرفع أنفه على عباد الله ولا يسلم عليهم إلا بأطراف أنامله وإذا التفت جميعا ويميز الناس باللون وبالجنس وبالمرتب وبالوظيفة وبالمؤهل كل من رفع أنفه على عباد الله فإنه شقيق الشيطان لأن الشيطان أول من تكبر لما قيل له اسجد قال أسجد لمن خلقت طين الله أكبر يا شيطان من زينك أنت مخلوق من النار نحن من الطين والله أفضل منه لكن الشيطان أول من قاس ولذلك قالوا أول من قاس الشيطان فهلك لذلك إذا رأيت رجل يترفع وبعض الناس حتى لو مستقيم تلقى ما يسلم إلا على من يعرف ما يسلم على العمان ما يسلم إلا على من يراهم من حضوة الناس ومن أهله لماذا يا أخي أتعلم أنك خرجت من مخرج البول مرتين مرة من أبيك شهوة ثم من أمك أرهن لماذا أنت ترفع الأنف حبيبك خير الورى كان يصبر نفسه مع الذين اتقوا ربهم أولئك المساكين أهل الصفة ويشرب الحبيب يشرب بقية وفضلة اللبن بعد سبعين رجل اللهم صل على محمد يحلب شاته يخصف نعله الشيطان لا أهول لي أؤذك بعضنا قبل ما يجيه فلوس كان يسلم علينا ولما رزق مال الله يحسن عزاه في نفسه هرب وكان بعضنا قبل ما يأخذ الدكتوراه يسلم علينا فلما أخذها ولا دبرة لماذا يا أخي من تواضع للخلق رفعه الخالق ومن تعالى على خلقه وضعه ولذا قال الحبيب يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر كالذر يعني كالنمل الصغير يأطأهم الناس في المحشر من حيث لا يعلمون مما كانوا يرفعون أنوفهم على عباد الله شكرا